25 يناير احنا كل سنة حركة شباب 6 عبريل بنعمل ايفنت لان هو مناسب او متزامن مع ايد الشرطة فقونا بنعمل ايفنت بنقول هننزل البلطغية هيحتفلوا احنا معاهم يعني احنا كنا مسامين الشرطة عندنا البلطغية فقونا بننزل نعمل مظاهرة قدام النائب العام او قدام نقابة الصحافيين او قدام مزارة الداخلية بنندد بالتعذيب والقرائم اللي بيقوم بها الشرطة المصرية يوم ايدهم وبنعمل مظاهرة وبنرجع ده كان بيحصل كل سنة يعني من 2009-2010 وبالفعل يوم في 2011 كنا بندعي وعملنا ايفنت يوم 4 جناير بنقول في البلطغية هيحتفلوا يوم 25 وانحنا معاهم كانش في دماغنا خالص انها صارع كنا هننزل على انها مظاهرة عادية هتم وهتتعمل وهنرجع تاني زي كل مرة لكن مع اشتعال احداث في تونس وهروب بن علي ونجاح التونسيين في اسقاط نظام بن علي بدأ الامل يرجع لنا وبدأ ان احنا في مصر المفروض ان احنا نقوم بالصورة احنا في مصر مفروض نغير الوضع احنا في مصر مفروض نسقط النظام احنا في مصر الوضع عندنا اصعب من تونس بكتير احنا في مصر عندنا جهات كتير وشبابية وحركات سياسية مهتمة بالعمل السياسي في الفترة دي أكتر من تونس فكان لابد أن احنا كمان نتحرك ونرسقط النظام فكان فيه تنصيق بيننا وبين صفحة كلنا خالد سعيد بحيث أن احنا نقوم بعمل مشترك ندعي له بحيث أن احنا ننزل ونغير الوضع اللي موجود الإيفن تتعامل وإحنا كلنا بدنا أن ندعو بدأنا نشوف على الفيسبوك نشاط بيدعو لصورة أن يوم 25 فيه صورة هتحصل وهننزل ونغير النظام فينا اللي كان متفائل وفينا اللي كان متشائم يعني فينا اللي كان بيقول لا مش صورة ما فيش صورة بيبقى محدد معادها إحنا هننزل نحتفل هو كان بيتكلم بيقول كده كان خايف على النشاطين الجديد أو الناس اللي هتشارك بشكل جديد أن يتم إحباطها لو تم إحباط اليوم وتم قاموا من قبل النظام فكان خايف عليهم وفيه تاني كان من نوع المتفائل يقول لا هننزل وهيحصل حاجة وهنغير البلد ومش هنرجع لما تقوم صورة لكن اللي كان عامل حالة من التفائل اللي هو أنه كان فيه عدد كبير جدا 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 من النشاطين على الفيسبوك ومن المستخدمين الفيسبوك الأول مرة بيتكلم في السياسة وبيقول إحنا هننزل ونغير الوضع الصور اللي بدأت تيجي والرسائل اللي بدأت تيجي من الناس مصيرين في الخارج برفاع رفطة بيكتبوا عليها أنا نازل يوم 25 يناير عشان أغير إحنا بدأنا نشتغل بشكل كبير جدا في الشارع بدأنا ننزل ونوزع ملاهين الدعوات بحيث إن إحنا ندعي الناس إنها تنزل يوم 25 يناير وتشارك كان الرد فعل ده متباين بالناس وناس وأنا شخصيا كنت متفاعل ولكن ما كنتش متفاعل إن إحنا هنسكت النظام يعني أنا كنت متفاعل إن إحنا هنخرج وهناعمل حالة كبير هيرج مصر كلها وهيبقى فيه عدد كبير جدا من النشاطين وعدد كبير جدا من الشعب المصري هينزل وهيطالب بالتغيير وهيحصل إصلاحات سياسية بناءً على واقتصادية بناءً على النزول ده